مرحبا دعونا نكمل اخر شي وصلنا له هو انو عملنا شوية التجارة زبطنا شوية تصناعة والقصص هاي هلا خلينا نعمل نشوف الحرب بس قبل ما ورجيكم الحرب خلينا ورجيكم شغل حلو اذا طلعت هون شايفين هذا الزر اذا كبستو بورجيك قديش الخط هاد هذا خط التجارة شايفينو هذا اللي هو البحر الاحمر بورجيك قديش عليه شبنج لينز قديش عليه تجارة هون وقديش عم تستهلك سفن عليه 338 من 360 اذا اجيت لفوق مثلا هون ستلاقي 338 من 360 هذا الرقم هو قديش سفن عم تستهلك بشكل عام فعندك هون كل الشبنج لينز موجودة هلأ شو ممكن تعمل ممكن تجيب انت سفن تبعك خلال المعارك وتقول لون وينون هون سوري هيك تقول مثلا لهاي السفينة تقول له روح وعمل ريد على هذا الخط فمسلا اذا في حدا من اعدائك عنده سفن بهذه الجهة فيك تبعتهم لحتى اتعطل الخطوط للتجارة تبعهم هون مثلا هادول شايفينهم فيك تروحهم وتعطلهم سوف تقدر تكسلهم ياهم وتاخد الفلوس وهكذا نفس الشي بهاي الشيها هيك او هون بتقدر تاخدهم عا ايه نقطة من هادول النقط وتصير تخرب على الدولة مسلا العدوية هونيك اوكي فهي بالحرب طيب هلا اللي حنعمله نحنا حنعمل حرب صغيرة خفيفة هيك ما بده شيء هي انو بدنا نروح ناخد اللي هي هاي البلد أوسن اريتيريا مشا نكمل اريتيريا تبعنا اوكي هنروح هون وحنعمل كونكور ستيت وحنقول طيب اذا عملنا كونكور ستيت هاد الشي هيخلي الناس تكرهنا برقم انه هو 5.4 طبعا هادا بيعتمد على قديش قوة دولة اثنان versus دولة تبعهن وهي الريليشنز الي هتخرب هادول كل هنحيزعلون من الهم شايفين هرار مارجين هادول كل هن دول بافريقيا فكل هنحييجوا يقولوا لا بتعرف شو والله ممكن هادولة يهاجمونا وممكن يزونا بس مو مهم هادولة اصلا دولة تعيسي فأنا هبلش طيب لما تعمل حرب شو بصير هلا انا عملت الحرب بلشت هون عم يقلك انه الجبهة اول شي اذا اطلعت عهاي ها افتحك بسا سيورجيك في عندك ثلاثة فيززز في ثلاث مراحل الحرب في فتح الحرب نفسها الابنين موفز هون فيك تجي تقول انا بدي اعمل اد وورغول انه مثلا احتل اوسا هاي مسا ااخد هدول اتنين شايفين هاي ممكن اعمل اد وانه احتل اتنين بسا بتزيب توسع الحرب لانه ما بدينا انا عملت على هاي بس انت فيك توسعها مثلا تاخد قطع تاني فيك تجي تقول له سواء كونتريز تجي تقول له لدولة مرات اذا في دول متحالفة معك هلأ بتجي بتقول له ان تعالوا دخلوا معي طيب بس حاليا ما عنا فانه ضروري وهيك راح بلش حاول اني اتوسع بافريقيا وخلص هلأ خليها تمشي شوي اللي حعمله كمان لاحظوا هاي الجبهة خسرانه انا بنسبة مية بالمية ليش لانه هو عنده اتنين انا عندي وصفر فاللي حعمله هلأ اني حاجي لهون وحقله لهذا موبيلايس حاجيب هاي الكتيبة لهون هلأ هاي الكتيبة حتاخد وقت لتوصل بس مو قضية بتوصل قبل مهاية الحرب قبل ما تبلش الحرب قاسم طبعا حروب بهديك الايام كانت الحروب هيك دلع كان يقال له تزير لحظة حنبلش هون واقف انتي هون واقفوا يلا اوصع بعض بعد اقنا اعرفتوا كيف هيك كانوا زمان في هادا الفترة هيك كانت اصول الحرب يعني ما كان في هجوم اللي هو تهاجمه بشكل غريب او من وراء ظهره او تعمل هيك قصاص مافي طيب ما هون عم يقل لك انه شو عم نعمل وورجول ادد وورجول ازبا ادد فور اوسا خين شوفوه حاطة وورجول كونكر اريتيريا بده ياخد هاي ازا هو فاز بالحرب بياخد هاي كله اريتيريا هو عم يضيف اشياء طيب فريش بريتش الفرنساوي وبريطانيين بينات المعاداة طبعا هاي عم تعبيه هلا صار فينا نجي نعمل سويلة الكونتريز فانتي مثلا خين نقول بدي ااخد خين اعمل هلا هون مثلا ندخلوا ناس معه لاحظوا هون في حدا اجا معه فانا بالمقابل رح اعمل هيك رح اعمل اد وورجول بدنا هاي معه ازا هفزنا بناخدها كمان فحنجي نقول هاد موبيلايز تعال لهون ازا سمحت فعندي هون جيش وهون جيش عندي جبهتين هون طبعا نسبة ان يفوز سبعة وخمسة سبعة وكسعين بالمية وهون نسبة ان يفوز صفر او مية بالمية لقلو بس لانه اه وهلأ هو نسحب هلأ لما هو نسحب شو صار نسحب عطاني اللي هو الطلب الاصلي قال الحالو لا احنا هيك هنخسر هعطيك الطلب الاصلي تبعك اللي هو هاي المنطقة تمام فهلأ هيك صار عندي المنطقة هاي كاملة وتأخذ البوانيس tiene لانه كاملة تمام هلأ هيك خلصنا هادθη الاشي هادا هيك تمام هلأ انا فيني اعمل كمان شغله هاي انه شوك تعمل هون multitude go togary pind ok طيب فينا روح مسلا نشوف شو هي الشغلة التانى اللي منناخدها دارفور مثلا إذا خلنا مننا عمل عليها هذا بريطان والإنجليز ممكن يعملوا أصاص ممكن بس البريطانية والإنجليز ما هيقدر يوصلوا لعنا فأنا مثلا ممكن أعملها ميك فاسل سخليها دولة تابعة إلي بدل ما أخذ كلها لألي يعني أخذها دائريكت أو لا خلايا نعمل كونكر ستايت ماشي نسحب دارفور ناخد كونكر ستايت وهلأ هنبليش حرب جديدة طبعا هذا الشي هيزاعي لبعض الناس اللي هو مقضية هنجي ناخد هدول موبلايز موف طبعا هلأ لما تعمل أنا عم بعمل أتاك في عندك هذا الأوبشن هو إنه تعمل ديفنس فإنت مثلا إذا حابب تعمل تكتيك تقدر تقول أنا بدي ياكم تكونوا عهي الجبهة بس ما تهاج موا دافعوا بس هاي عادة إذا كان في حدا ضدك أوي وحابب شوي توازين القوة من هون من هون تحول إنك تصدله جيش ومقابل إنك تهاجب من جهة تاني هاي الشغلات فإنت خاصة إذا عندك كزا أكتر من جبه خلينا نحط هذا هيك ابعتنا هذا الجيش لهون وخلينا نشوف شو هيصي نيو كماندر أودر دارفور نشيل هاي كله دارفور بقينس كونسكريبشن أوكي كونسكريبشن هو هاد الشي خلينا نقول المليتاري هون في عندي 24 كونسكريبت هؤلاء اللي هني عمليه خدمة علم وجاهسين لينضموا للجيش بأي وقت ما لون جيش هؤلاء ناس أضعف شوي من الجيش العادي بس بيفوتوا معا إذا احتشتوا فهو هلأ هو نزلن على هاي اللي هو مو قضية أبدا لأنه أنا عندي أصلا هو خمسة وأنا مية وثلاثين فيعني مورنا ماشي معنا ورغولز ثاني أوكي هدا إجا الجيش ببلش شوني عبي إذا إما هاي وينو هادا ملتاريها ها ها تبها عليكم جايين بعد أربعة يام بيصلوا بريتش نايل انترست بريتش كونغو انترست اكتيفيتد آه ببلش يجي عالكونغو طيب يعني عم حاول المنطقة الكونغو هلا بيلكم شو هادول هادول إذا عملت عن ديبلوماسي تقدر تقول ديكلير انترست تقول أنا عندي اهتمام بهي المنطقة مثلا هذا اللي هو ايه الكونغو أوكي تقول له أنا عندي اهتمام بهي المنطقة وعندي اهتمام بهي المنطقة وبتصير مثلا بتصير بتحدد اهتمامك مثلا نورث آفريكا عندي اهتمام بنورث آفريكا بتصير أنا مثلا اه هيك هاي المنطقة انا سياسيا مهتم فيي فأي معارك بتصير فيها انا ممكن اتدخل هاي هيك معناها طبعا هادا الرقم اللي فيك تستعملوا حتى تعمل هذول الاشياء هذول الان افيلابل لانه ما فيك تصلن لانه ما او بيكون انت قريدي معبي الماكسيمم تبعك طيك فيك انت بتحدد اهتمامك بالمناطق هيك فيك بتصير تهاجمون تحتلن كل هاي الاصاص طيك هلأ هوني عمنا حاولنا ناخد دارفور وقالنا انه حنعملون اه كانت دارفور باك داون انسحبوا وعطوني الارض هاي الارض لاحظوا انكوربريتد انكوربريتد هاي يعني ما لا معنى فما بتدفع ضرائب شايفين الانفرستركش الال بس بنفس الوقت الناس ما حتكون زعلان كتير لما تكون ساكني هوا طب هلأ خلني نورجيكم شغلة كتير كتير مهمة حروحة population هتجرو في الديتيل دست هوني عندك الاوفرفيو اللور والهدولة هم يورجيك كل واحد مين البروفيشنز بورجيك من البيزنز من الليبررز من السيرفسمين قديش توزيعهم طبعا بزنز اكتر شي اذا طلعت هون على الديتيل دست هتجلاقي صورة اوضح على كل شي خمسة مليون بزنز هدولة ما بيدخلوا بالعمل السياسي هاي هيك معناها وتابعين لهي الحزب ماشي اذا فتت هتلاقي كمان انه مقسمين لمجموعات اكتر هون مثلا هتلاقي انه منهم مشرقي سني ألبو مدري شو هادولة مجموعة الاولى ألف واحد بي عندك هوني ألفين واحد عشرين ألف واحد غريك أورتوديكس هادولة موجودين نظم بكريت كريت او لورجيبت هتلاقي انه في تشكيلات فالشغلة معقد كتير بهذا الموضوع يعني انت هتلاقي انه فيه ناس مبسوطين ناس زعرانين حسب وين ساكنين وين هذول مثلا بلور ايجبت هذول مثلا بسينا ستلاقي مثلا ميل فيهم مثلا من زعوج كتير بتلاقي تعرف وين هتلاقي هون هتلاقي هون دي تيد لست مرة تانية هنسكر البيزنس مثلا تطلع هتلاقي انه مثلا بيروكراتس الانجينيرز كل واحد منهم تابع لحزب معين الاحزاب لاحظوا في هذا الحزب مو موجود باللست ولا هذا اذا اطلعت عليه تلاقي هون هتلاقي هذول اسمه الاحزاب اللي محطوطة على الجنب لانه ضعاف اصلا شايفين اقل من خمسة بالمية هيطلع برا هيك ويقل له تعرف شو انت ما دخلك كل الاصاص اصلا احزاب هاي مهمشين اوكي سوريا شربت مي عل حسب قدي شو اوتو هتلاقي مثلا يا مهمش يا جاي بالاوبوسيشن اوكي حتى لما تعمل لا تجد المهمشين أصلاً هاي الشغلة هاي لكو هدا طلع فوق بدل هداك هدول الهن العلم فبيقلك ليش زعلانيين ليش نبسوطين كله مكتوب طيب خلصنا هاي المعركة فعلياً ما شفتو هاي هي المعارك ما في يعني ما في تعقيد كتير بالموضوع طيب خلينا نمشي الجيم شوي ونكمل هاي الماركت برايسي ونزع ميورجيك الاسعار نزلت طلعت كلها نزلت بهدول الاشياء هاي بتعتمد على الانتاج على التجارة على الاشياء الثانية جيرانك عم ينجوا ما عم ينجوا كلها الاصاص هاي الانتاج العالمي انتاج المحلي كله هدا بفريم طيب خلينا نشوف الجنرال هدا الجنرال الاخر هاد عنده 58 جندي بالله تمام في عنا مثلا اذا طلعت هون النعم يقل لي انو اليومي ما عندي جنود هادي فانا مثلا ممكن إزا هذا الجنرال لفلهم عالي هلا هو لفلهم ثلاتة شايفين مكتوب ثلاته يظهر إذا لفلهم عالي بصير بإقدار ياخد جنود أكتر الجنرال اللي الي 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 ياخد جنود هادا لفل 1 بياخد خمسة بس ممكن ياخد عشرين بالمقابل هاد بياخد ستين لانه لفلهم أعلى طبعا كيف تعمله لفل؟ تعطيه فصل نصار هيك بتلفك انت بترفعه في شغلة حلوة ما بعض احد انتبع عليها لما تعمل بوز و بلاي بيطلع دخان من هون لانه ستيم يعني على اساس طيب مع الوقت كمان هيصير في قطارات بصير تبني سكاق القطار توصل الدول تبعك هاي القصص كلها بصير تنقذ العمل طيب انا هلأ كمان هيلزمني انه اخذ هاي الارض هاي و هاي ليش لحتى تكمل الخط على ارتيريا هلأ اللي حيصير باريتيريا انه الماركت بعيد يعني ما رح يصل لون الغراض بسهولة كلما كان الماركت اصعب يعني هلأ مثلا اذا اجيت طلعت هون بيقلك ماركت معناها الابضاعة ما عمتصل لهذا المكان فهذا الشي ممكن تحاول تضبطه هلأ حاليا الابضاعة عمتصل عن طريق الشوارع هدول والانهور وهيك بس انا ما عندي مثلا وصلي على ارتيريا غير عن طريق البحر فهلا هذا الشي معناته لازم اعمل خطوط بحرية ولا لا هذا الشي تاني نعرف نشوف شو انه عمل فيه طيب عندي ليكل مصاري هاي عما تروح مثل هذا فعلا اغلب رح اضطر اني اعمل شوية شغل فحنرفع التاكس ايوه طيب انستوشنس انا فيني ارفع لفل الشرطة طبعا حتى ارفع لفل الشرطة لازم يكون عندي بيروكراسي لازم يكون باني المباني تبع الدولة يصير برفع نسبة البيروكراسي بالدولة مشان يصير اسهل حسنا ننطر شوي ما بعرف انا هل اخذ هاي الستيت هادة اللي هون ولا لا ولا انتظري شوي ممكن حاول اني اخذ حرار شايفين هادة المنطقة هاي هاي حرار ممكن حاول اني فوت عليها وعما تكونكور نروح يلا ناخذ هادة المكان ليش لا نحاول نمتد لتحت ممكن كمان نحاول ناخذ هون الجبل شمر ونجده هادول حسنا نجي نعمل ناخذ هاي الكتيبة بتكفي موبيلايز نجيبها لحون ايوه بسقو 32-32 ممكن نبعط لهم ندعم شوي بس لا ما في داعي لانه الكتاب لما تطلعها ليكوا لاحظوا كيف حتكلفك فلوس الحرب بتكلف حتى تدفع ميليتيري ويجز و سبلايي لايين وهي الاشياء وهو لحاله نسحب هاي قلصنا هاي سبلت ستيت هندفع بيروكرسي لحتى نزبطها طبعا هادة كله عم يكلفني فلوس بس اتس فاين مع الوقت بتصير تزبط هناخد شيوة هادة المكان اظن صح هادة 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 هوا طيب نعمل كونكر هادول الافارق يزعلوا مني المهم ما اعمل مشاكل مع الدول التاني اللي فوق هادة اللي ما بدي اياه بيقراء عمان هادول العمانية و عمان في هاديك الايام كانت إمبراطورية متى إمبراطورية كانت مملكة كبيرة كان عندن هون و كان عندن هنزبار و كان عندن هنزبار كانت عمان لارستان كانت معهن طيب ناخد جيش من هون وين هو هوا موبولايز ناخده على الجبهة و ندخله هون ادور قولز ناخد هاي معه والله اذا بدك تعمل قصاص نعمل معك قصاص اللي هو يجاب معه دعم ميم معه عليكم هدول الدول بلش يفوتوا معه بدون يحاربوا ضدي تعرف اذا هيك ادور قولز مافي اوكي يساق قوجوان سويد اوكي يجو معه اهلا وسهلا ادور قول اعطيني هاي نجيب الجيش الباقي انت من فوق اخدلي هاي الجبهة فانا هلأ صار عندي جبهتين واحدة من هون واحدة من هون المعركة من هون حتكون صعبة فاللي حاعملو شوفو رح اعمل هادا هيك وحاعملو ديفند ما تحارب من هون فوت من هون هاي صد موكي كمان نجيب كتيبة ثالثة من فوق بس لا خلص وكفه لاحظوا كيف المصاري عم بتروح لانه محرق كلها الجيوش طيب ما عنا كمان الاسعار عم بتزيد عم تزيد طبعا لانه مستهلكة شايفين هادا مستدسات لانه مستعملها فطلع السعب لا هلا انتو هيك اذا انتو هون اتنين اه هذا دفاع وهذا هجوم لا انت حتصير دفاع لا وليلك اتنين هجوم يلا هجوم وهذا هجوم اه سحب لح حالو اوكي هيك تمام بريتش كونغو او انترست رموفت مالو ما عدوا مهتمين بالكونغو هاي الكونغو هون يعني ما عندي مشكلة معهم بصير بكرة اوكي هيك اخدنا هاي نزلنا لتحد هلا فينا نعن ننزل كمان ازا بدنا اظن هاي تابعين كلهم لبعض واحدة هون هاي كلها واحد صوماليا صوماليلاند ايه فعلا اوكي كونغر دي ستيت ماجيرتين مين هدول ماجيرتين وين هون ما بعرف اه مو مهم يلا بدنا نحاول ناخد صومال اااااااك للأسف مع أنه عندي نقص ولكنه ليس مشكلة طيب عندي هون في بعض مرات بجيك بجيك شغلات بجيك تحاول أنك تشتغل عليها طيب بعض المصريين بعض المصريين المصريين طلعت إغنورت إذا آه المصريين عم يهاجموا السودانيين عم يقولوا السودانيين السبب بحياتنا الزبالة هذا مثل السوريين باللبنان أو اللبنانية مع السوريين باللبنان فهل نقول لا خلينا نحن كلياتنا نحب بعض وكذا ولا نعمل إغنورت نطمش لا نحن نستعمل الاثورتي الخمسة بالمئة من الاثورتي لحتى ننزل المشاكل اللي هي هاي التشقق التشقق الاجتماعي حسنا حسنا هلا الاسعار هوني السيرفيسيز نزلت نح رخصت شوي أنا هلا ناطر رتفي بس لأنه ما بدي يصير قصة هوني عنا جيش قاعد بلا جنرال واللي هو مو بشكلة مبدئيا خلي هون عنا هدول لدينا واحد الاجتماعي الجندي هذا الاجتماعي محطوط زيادة يعني ممكن يروح بأي كتيبة من هذول هون هؤلاء هؤلاء هذول كانوا يريدون بطلوا خلاص الأول شغلة ما لا تنشي أم حردوا بشي الحال طيب خلينا نشوف الخشب الآن بنينا اتنين خشب لاحظوا السعر نزل الآن السعر غالي بس نزل بس عادي شوية شوية الامور بتمشي هذول الأشياء اللي ولاحظوا الآن رجعت الفلوس عم بتزيد كمان لأنه الأسعار نزلت فالحكومة ما عم تضطر تشتري خشب كثير مثل أول أو السعر اللي تشتري فيه أقل فانت إذا نزلت أسعار هذول الأشياء بتصير أنت نفسك لا تدفع كثير لاحظوا هذا الرقم ورجع طلع كمان لاحظوا الود ارتفع شوي فلأنه عم بيع فزاد هذا بس يعني بدك تشوف هذول الأشياء كلهم ميتأثر ببعض عم بياخد أربعمية بس من الحجاز هذول كمان لحاله العداد هذا بيمشي كل يوم وهذا بيمشي كل أسبوع شايفين هذا وأظن الشهر 28 يوم يعني الشهر 28 يوم ما بيحسب لك 30 يوم في كتير جيمز هيك بتعمل لأنه إذا كنت تحسب هذا 30 حسابية متصير باقة صعبة يعني طيب نأتي الآن نشوف ما بنا نعمل الآن إذا ما لي غلطان سيصير أن الأتراك سيهاجمون قريبا فبنا نعمل حسابنا لهذا الشيء طيب فينا نعمل فورم إلاينس ما بدون ما بيحبونا كتير ناخد جبل شمر هادي اللي هي حايل صح؟ ايه اسمه حايل طيب فينا نروح نحاول إنه نمشي لليسار أو نكمل بأفريقيا بس هلا إذا عملنا كونكر ستايت اللي حي اللي ممكن اللي ممكن يجي ضدنا هنا العثمانيين والروس أوكي بعثمانيين أكيد لأنه هاي جهتهم والإنجليز والفرنساوية ممكن يعملوا مشاكل طيب ممكن ننتظر قليلا ما عليش أنا بدي يضبط علاقتي مع الروس نعمل أصلا هي بور فخرينا نرفع قليلا نعمل كمان الإنجليز ما حي يمشي لحال الإنجليز أظن الفرنساوية هنا الناس اللي لازم أعمل معهم شايفين ما عندي ما عندي أصلا أوكي أنه خلصنا هدول الاثنين اللي استعملتهم أوكي أعملوا العثمانيين هاجمونا إذا طلعنا هون هنلاقي أنه عندنا هجوم من العثمانيين علينا وأظن الإنجليز احتمالي يعملوا هبل كمان طيب هلا اللي هيصير هو عندنا نحنا جبهتين هون في عندي هاي الجبهة وهي الجبهة فهلأ بدي حاول أن يوزع الجنود بشكل أنه يسكر على الجبهتين هلأ هاد هعمل موبلايز ورح هعمل ديفند هذا المكان طبعا هاده موجود هون فهدول كلهم سوا خلينا نطلع هاده معه لا هاد 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 تعا ريوة انت ستكون هون أيضا طبعا هاده كمان يعتمد على قوة الجيوش تبعه الاسلحة الساينس الديش الجيش تبعه قوي كلها هاي كلها محسوبة ترى يعني ممكن حتى لو عندك جيش أكبر نو برايمر جول اوكي خلينا نعمل عليهم جول نعمل تعرف شو أنا بدي إذا بفست عليك رح أخذ منك دير الزور ديار بكر طيب نقل له أنا بدي منك يا صديقي أعطيني أعطيني البصرة ممكن سدو البصرة طبعا هاده حيزيد الورغول انفمي حيتعبنا او لا فيه شغلي أحلى من هاي أد وورغول الوغول أنا بدي إياك تحرر هادول من عندك تركهم بحاله وهون حيدفعونا الفلوس إذا هنين طبعا إذا خسوا رح نقول كمان بدنا إياك تعمل ريفوك للكليم أنك أنت ستحل عن حلب حلب ما بقى تقدر تخدم أو أناتوليا أو أدنى فيك تدلو هيك مثلا هاي الشغلات أوكي أد وريفوك ليم على أدنى وكمان ريفوك ليم على سوريا ما عد في مكان طيب خلص هلا هيك نرفع لحد هلا هو عنده جيش أكبر بس أنا داخل دفاع فهدا الشي هدا الأجريشن طبع الاتراك شو عم بصير هون هدا جيش وكيف وخمستاش طيب انت يا أستاذ رح تجي وتعمل دفنس هون وانت رح تجي تعمل دفنس هون أوكي بصير 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 سنة علماء سنة علماء عم يقولوا انه هدول مالو مسلمين فما بدنا نوظفون اه 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 هدا انت شوية شوية عم تغير التركيب الاجتماعي في بعضهم حيصيروا يتغير دينهم فمسلا انا ممكن اجي اعمل هون اللو انا بدي اياك بصير 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 انا بدي اياك تكون معي بالبلد نحنا شركاء الى اخرى الى اخرى طيب عنا دارفور و أوروميا وين هاي أوروميا هاي أوروميا هدول زعلانين فانا ممكن قلو بتعرف شو يا أوروميا بما انك زعلان انا هعمل لك بصير حالتكم صعبة فحساعدكم هدا هيكلفني اوثورتي شايفين فهدا هيك هنصير ندعم هدول الدولتين او المنطقتين مشان ما يزعلوا كتير هنجي هون هنشيل هدول تمناها انو غلط اوكي لاحظوا هدا علم انا ما اخترته فادل ستيمر ليش اجاني لانه بسبب العلاقات التبعي و مجتماعيا ممكن حدا الحاله عمله فانت اذا اجيت على العلم اذا كبست هون وين هون تكنولوجي هتلاقي انو في بعضهم هون هاي شايفين هاي الحالة عم تنبنى لانو عم تعمل سبرد لانو كله عنده اياها فانت الحالة بتصير تجيك مثل يعني مثلا التلفزيون ما كل الناس اخترعت التلفزيون بس لانه انتشر تجاريا او هلأ كمان رح اعمل شغلة تانية هي انو هروح واعمل اه ريد كونفوي هون شوي نعمل لون ازعاج لهدول هلأ في عندي هوني كمان سفون بس لا هدول بكفوا حاليا طيب هلأ هيك فينا نجي نقول تعرف شو يا حجاز فيكم تفوتوا معي بالمعرك طيب شو بالمقابل هنقول له هتروح تاخد من من حدا من حدا هلأ اللي صار كمان هو انو الروس دخلوا على الخط الروس دخلوا على الخط ايواء الله يستور و الانجليز لا الانجليز ما دخلوا على الخط اوكي الحمد الله الروس دخلوا على الخط هلأ منشوف شو هيصير بس حاليا انا ايواء اوكي عندي هدول 98 عم يدافعوا على اضمير 53 فا ايواء اوكي هون و هون انا امنت اوكي بس اه شت شو صار اه بلش تحرب اوكي اي هون عنا هذا دفاع و عنا هذا دفاع و عنا هذا دفاع فهو عم يحاول يفوت طيب هلأ كيف معرف مين عم يفوته اذا بتطلع هون هتلاقي هذا الرقم شايفين 99 و 97 اللي بيصل للصفر اول هو الخسران مو بس للصفر اللي رقمه بنزل هو الخسران فهو اللي ينزل حاليا هلأ صار عنا ستوك اكسجنج سيصير عندي 50% تريد روت كاست و تريد روت كومبتتفنس سيزيد 50% طيب واللاثي هذا بيخليني اعمل تكس جايد ميطس هذا لما اجي عن مباني هون شايفين مثلا هدول الخشب رح قلله بتعرف شو استعمل سوميلس بس لحتى اعمل سوميلس هلالتولس عندي اها سعره كويس هون بيقلك اذا بنيت هذا هتقدر اذا حولت اللي هو من تحطيب عادي لهذا النوع رح يزيد عندك السعر بهذا المبدأ اللي هو الخشب حيصير سعره هيك من 35 إلى 27 والتولس هتزيد من 40 إلى 70 فهلا هذا الشيء انت بدك تعمله فهون بتصير انت بدك تحسب حسابك لا انا معناها لازم اعمل تولس لحتى ارفع السوميلس بس خلينا هلا احنا عنا مصيبة هلا عم نشتغل عليها هي المعركة اللي سايره هون هلا لحد هلا انا مسيطر اه وورغولز خلينا نشوف هون الوورغولز تبعنا اوكي تمام 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 لحد هلا ماشي المعركة ماتجه هلا صالحنا هل عطمان عم يخسروا لأنه عم يستهلكوا كل الهات بضربنا وما عم ياخدوا شيء من المقابل هجوشي كلها ياتا على الجبهات للدفاع مورة تمام وحتى هلا ماشي هون عم قلك في نقص للحوائف الارتلري لعننا مشكلة بالارتلري يلا 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 انا حوق فون حنكمل المعركة هي بعدين بس شوفكم بعدين